السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا وسهلا بكم في حلقة ومنقشة ومناظرة جديدة من حلقات ومناظرات دور الستاشر السينمائي وفي المجلد التاني او النسخة التانية من حلقة اف هات السينما المصرية. فهدي الحلقة بينورني لأول مرة مستر جمال رمز الجامد. شكرا على الدعوة الجميلة. وانا جاي انت طالبين ايدي في اللايف وحاجات كده. انت وما صدقت بصراحة بتلكك عشان صحح. يا عافية. والله دهنا اللي بتلكك عشان صحح. ومستر بول صمويل اللي منوارنا جدا جدا جدا. تحياتي والله العظيم بتشرف. بتشرف بالعدل الجميلة دي. ازاك يا دود. والله. وجاي برضه صلح. انا بشكرك على التواجد في هزي الحلقة رغم ظروف الاصابة. ده على رصي. على النهاية يعني خلاص. اخد راحتي في التوجه. توجه براحة مقدمات شوية اللي انتم حرفينهم ومتعودين عليهم. اولا دعمونا باللايك علشان حلقات الافهات الكوميديا ده تستمر وتنتشر. ونعمل منها مجلدات اكتر ونسخ اكتر. انا المجلد ده دي 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 وانا قاعد حاليا. لان اما فوليومز فجات في النغي موضوع مجلدات ده. اه لينكات بتاعة الحاجات بتاعة الجمال والحاجات بتاعة التولة موجودة تحت البودكاست. انا مستمع دائم لهذا الموضوع. شرح. ومن المحبين ومن المعجبين والله. النقطة التانية. في الحتة بتاعة الكوميديا المجلد الاول اللي انتم غالبا نشوفتوه دلوقتي قبل ما تنزل الحلقة دي تطلع. واحنا بنصور الحلقة دات ما كانش لسه اتناشة. فجمال وبطول ما شوفهوش. فلو في اخطاء معينة او في حاجات مش عجباكو. او في حاجات انتم قلتونا في الكومنتات ان انتم عاوزيننا نرعيها في الحلقة التانية او قلتونا على افهات حبينها انها تكون موجود في الحلقة التانية. فلالاسف احنا ما قردناش اي حاجة من الكلام ده. فايا كانت اللي انتم قلتوه في الكومنتات على المجلد الاول. لسه موجود معنا في هذا المجلد. نتعدلش ونتصلحش. فنطلب منكم برضو في الكومنتات اللي انتم عايزيننا تظهر معنا في الحلقات. لو في ملاحظات. لو في طلبات. لو في كلام زي ده تقولولنا عليه علشان نرعيه في القادم. اما بالنسبة لهذه القائمة. انا حب بقى ان نقولي ايه للنسبة? اه. هي صعبة. صعبة السبب. وحاولنا قدر الامكان. اه بتاخد افي واحد. اللي ممثل من فيلم واحد. بزاق. فيعني محمد سعد بحر عدل امام بحر محمد هنيدي بقى. فلنتاخد افي. مش شرط بقى يكون افي ده اللي حاجبك انت. يعني. بالزبط يعني انا حاولنا قدر الامكان ان هي ايه? تبقى فير. بزاق. وبرده في حاجات شخصية. اكيد. يعني في افهد. مع زوق. مع زوق. بزاق. بزاق بقى شخصيا. انا انا حسيت ما عرفش انتو خطب لكم ولا في حلقة السيليكشن. وعلى فكرة في حلقة سيليكشن. في حلقة الانتقاء. بتاعت الستاشر اللي قدامنا موجودة ورا الجوين. زي ان هو عمل كده. زي ان هو عمل كده. زي ان هو عمل كده بزاق. اه حلقة جامدة. حلقة ساعة مليانة ضحك. اه انا حسيت واحنا بنعمل الاختيار دوت ان احنا ملنا اكتر للإفهات اللي لما مسلناها البعض اتحكنا جامل. بزاق. فدي لحظة. ممكن مرة جاية اجا اقولها ما توفقش فيها. ممكن ما تلقطش الموضوع. ممكن بتاعه. فاكيد ما بنقولش ان كل إفه احنا اخترناه هو افضل إفه. لان دوت. ولا حد تقدر اقول ان هو إفه المفضل عندي. هو اللحظة اللي واحنا بنختار. ايه ممكن اقرار بينه بينه المفضل في حاجات يعني. بس لا بس او بقعت لا افهات اه في افهات معروفة في افهات لا هو في ده مهما كان الوقت عيدا حك. يبا. ان شاء الله. نفس القاعدة اللي عملناها في في فوليوم وان بتاعت افه واحد النجم واحد. وافه واحد من فيلم واحد. ما ينفعش يبقى فيه حاكتين من نفس الفيلم وحاكتين لنفس النجم. والمرادي الاينا رجالي قوي. لان كان في عدد كبير قوي من الكوميديانز الرجالة. اللي ما كانوش موجودين معنا في المجلد الاول. حارصنا على انهم يكونوا موجودين معنا في المجلد التاني. وفي كتير كانوا موجودين في المجلد هم ماجهوني برضو في المجال. في ناس حاولنا ندخلها مفيش مكان معنى. يقولو طبعا. ما كان هندخلوا. هم ستاشر. ستاشر واحدة. فيها ميزة موضوع الفوليومز. الإفاد مش هتخلص. حنقعد نعمل للأبد محن بنتقولش رضل افضل على الاطلاق. طح. وبس اعتقد احنا كده قلنا كل المقدمات وجاهزين ندخل في القراء. يلا بينا. يلا بينا. اسحب لنا اول المباراة الاولى ما تتزولش معشان هتلاقي كلام في الظاهر وفي الوش اخت 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 شرف من الشرف. اخت اخت شرف من الشرف. طلعت زكريا. خاخه تفتح. اهو اخت 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 شرف الشرف. طلعت زكريا. الماتش التاني. ايه? يعني ما راح شتون ازاي ما خالد الصاوي في خالد الصاوي في زرفتار. لا مش زرفتار. زرفتار او كيس. نستر بول. ماتشل على اذنك. اضغط اضغط المدام. يا باشا وطلعنا وان شاء الله خير. احمد عيد خلاص هتعمل لي فيها عبدالسطار صامي. يلا بي. في اللي بعد. يا رب يا ساتي. يا الطرف التاني مما المباراة. احنا هتنام. بي ميزة انك تكون معاك كوميديا زي ما سنين مختلفين. هم يقدوا المباراة الثالث. معايا. خليوما في اي حتة اطريبا. خليوما في اي حتة اطريبا. خليوما معهم يا شتخ. خلونا نحط البقاء عدد قبل. عشان ممكن هتدي على مين? مين? مدى الخشاوي. سارول. عادل امام. خلنا ده العادل امام عشان. ولسه في انتظار المرة اللي هنعمل فيها الحلقة العادل امام بالكامل. بديتجب معنا كلنا بقي نوعب كلنة نوعب قعدة كبير لناس كتير بتتكلم في ازاي ده ممكن يحصى. elite الواحدين ما معناش راجل. لو هردت من عزام حجييلي وسعت انا اللي هفلف. طب لو هردت بينا. لا ترجع على استسلامك. لا ترجع على استسلامك. صوت الفاتحة بتاع دي رزق. آآ وشرف امي بتاع احمد فاهمي. احمد فاهمي من آآ. اسمي روشيه روشيه روشيه. تستعبت يلا. يلا رايز. يلا. صراحة بحاهم. كوري فيعم. يا ربي يا ستر. بوحة محمد سعد. مع الراجل كتب اسن البقرة. عاربت اسمها بليم فاهم. ما كنامش اسمها بليم فاهم. قريب تزمام ديبنا ازنا بقى ازيج المعليم بقى ازيج المعليم طب انا كنت راجل بنت تخينة بقيت راجل تخين فيه اصلا شيكو مبارات العام مبارات صعبة عاماتها التلاجة تمام احمر عز انا انا متحيز لازلت فيه يا امتي انا قاعدت اتشاءة بفترة لو راجل قول العدد تانية فين؟ احمد رز اه بس انا انا مفيش حد ما اتشاءاش بدا التلاجة تمام تلاجة تلاجة عزب الخرطون ده تمام عشان بينا بعمل احمرتICH كتر تهين عشان بينات معي انا اعتذرك ويانا بتصحي بطيرها ح messing ح亥 شجاعم حة مطر banar مستربول اخر 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 راو ند نسحب اليوم مرة واحدة وضعت البولا دي على جنب عدوا الان هنا بقى عددا هيد Zweekt ملك يا عمر انا بس كتل ايه? يا عبدالعزيز? قبل ما تفتح اخر واحدة بقى مين الافيل فضل? لو ذكرتنا جد. اه. احمد فاهمي? شام ماجد. قل لقى قولنا شام ماجد معناش روبل. احمد ادم? احنا محترناش حاجة لادم في الاخر. قلني. انا بصيت هنا احراب. الساقة. كاري عبدالعزيز? لا خدم يا الابسكوت لاي? احنا كنا اخدين حاجة للساقة. لا مااخدهاش الساقة. اعرفت افتكرت. افتكرت. اعجبت يا خلق ماجلك اضواني اه. اه مشتحين كنت افتكر. كنت بقى لعفة حتة تانية اخوان. الا يا ابي انا ليه مستني اتفاجئة? من اجل النزالها يعني واذا عرفنا المباريات كلها تبقى الخطوة الاخيرة ان كل واحد يكتب فيها هزي الورقة هو متوقع من اللي حيكسب عاوز مين يكسب شايف مين يكسب حقيق حييستراتيجيز الدنيا عشان مين يكسب بس طبعا ما ترميش بتبت مين وخبي الورقة ارا انا بي نفعك بتنين لاناك بقى هفاضل بين بين founders لاناك الابرا والتشغيلية ليش يا جبر ستيب اتحيز طبال الناس هتتوقع غنى كلابنا مين responsible احنا هنقول في الاخت. لا الناس هتكلم هي متوقعة مين? وبعدين لما ما يطلعش ديسلايك وشتيما وقل. اه. صعب اوي. صعب اوي. ماشي. حتى متخال لو الكومنتات جات على اول حلقة اتقول لك احلقة وحشة اوي فكرة زي زفت محباروهاش تاني. او تنزل لهو بمجلده. احنا تنزل داعتنا الاول. شكنا زي الامر واحنا ببيتشيت معنا. ايش طه? يهزين? يلا المباراة الاولى. اختي اشرف من الشرف طلعت زكريا. يعني مرحش تونس زي ما الامورة بتقول خلد الصاوي. ماشي انا مجاوب. انا مجاوب في دماغي يعني. اعلن هذا. اعلن بس يعني برا رماتها يا ما تبقاش مجرد اعلان وخلاص. ماشي بتاعت خلد الصاوي في زرف طارق. بتضحك. بس. اه ده طلعت زكريا في انت اشرف اختي اشرف من الشرف احنا بكتير. بالزبط. بالزبط. اخد بتاع خلد الصاوي لوحديها كاف حتة. هتضحك. بس خد بقى بتاعت زكريا. فحياتك بقى في الدنيا بقى كله وانت ماشي كده بتموت. يعني. انا مش عاوز نقل من بتاعت خلد الصاوي. هالس. هي عبقرية بتاعتها في ان هو. في في حرك. في زي ما المرة اللي فاتت كانوا بيقولونا موضوع بانشنج داون. انت في في بنوتة صغيرة هي ستة يعني. بس هي جسمها صغير وسطر فايع وبتاع فهو تنمر عليها من غير ما من غير ما يباني ان هو بيتنمر عليها بشكل مباشر. هي مشيت اصلا هي ما بقيتش موجودة في الموضوع. وهو عاوز يقول. دا الامورة دي. مش عارفة عليها ايه. هي الامورة اللي كنت. بس ماشي. يعني هو اسحب انا ايه اللي بدحكني اكتر في الافهين دول. لا بتعطيها زكريا. عليها حسابات اخرى. برضو برضو دي مهمة فيها قوي الكنتكست بتاع هو بيكلم مين. ايوة. بصلا. بصلا برادة. يعني مش لايه اي واحدة مش محنا جدا مش انا اروح مع طلعة زكريا. اروح مع طلعة زكريا. طلعة زكريا ارز. وكمان اقول لك حاجة من ابردو في دماغي. لو انا كسبت خلط الصوي على طلعة زكريا. في اف ايه. احراوح مش عارف انا ايه احاسس ان ما هو. تبلي ما في في ممثلين عملوا. صح صح. ممثلين جد وقالوا افهات. وهيبند دلوقتي. بس او ازكريا عنده بحر من افهات. فمش هاختي. لا برضو مش هاختي مع تاريخي. والتاريخ كده كده ما بكون بقى مين كوميديان ومش بكوميديان. بس هو ده. ايوة كنت عيسكت برادة روحي واردة. كويس ان هو اتقال فانا برضو هكسبت او ازكريا. اف ايه. اف ايه. في الامريكاني بحب قوي وفي كان عمله راين جوزلنج. في ده نايز جايز. ده ما كان عاوز يعمل نفسه محقق وصيع وبتاعه واحد بيقول له على واحد بيقول له الفلان فلان لما تروح له خد ده لك ده معندوش اه اه يعني ده اطعن والت. في التاني بقى بيتمنزر عليه بيقوله بيقوله عليها ميونيك. قال له ميونيك دهية مدينة في المانيا تانية. عبدالسطار صبري. يقابل. احنا هنام خالد اه صالح عبدالسطار صبري احمد عيد. هتعمل لي فيه عبدالسطار صبري احمد عيد. في هشوية عنصرية بتاعت عبدالسطار صبري. صوية. لازم بتاعتي بقى فضلت من الحاجات دي بقى. لا بس احنا احنا في هزيه على هزيه المائدة على هزيه التربيزة. موضوع البوليتيك الكوريكنس والهم دوات مش في دماغم. اه تماما. لا انا مش جاد الفات عشان اقول عيد. دول دول ستاشر. ايه ايه انا كانت بقصيله. بيش دادية. يعني اللي تقولتو في الاول ما كانش مبرر بالنسبة لي كده كده كنت اخترتها عبدالسطار صبري. عشان احمد عيدو هو بيقولها بيما ويتني متضحك وهي البنت كانت شابها عبدالسطار صبري شوية. احسان بالنسبة لي اه. لا اه. ايه بس لا اه. تعرف ايه الجنان ان في الوقت دوت لو انا فكر صحة كان عبدالسطار صبري المفروض ان هو راجع. مصر. اه. اه. احنا كنا ساعتا بتطقف فيك اعطاك ده. انا هما. كان روقتها بس صبري كسر الدنيا بشكل المال. اه. انا قد حددو كوركي نفسه حتى. تو زيرو. اصحنا. ياس. ياس. كريبا فيه معصام يجرح. كان بعد 98. هو الفيلم انتكس ده انا مش عارف الحقيقة. الفيلم. بداية الالفنات. بس سقا. بس سقا بعد بعد همام وبعد سعيد في جمال امريكية. يعني بعد الاتنين. صح. فسعيدي وهمام كانوا 1999 و 2000 فده بعديهم بعد شرطة وفنة لو كان ممكن يبقى 2000 و 2000 اه في الحيطة دي بس هي تبقى ملعوبة قوي لو كانت على الوقت العبدالسطرصة بريد راجع فيه من برة وقاعدين يتكلموا رايح اهلي ولا رايح زمالك وبتحتمل فيه عبدالسطرصة وعمتا بتضحك لحد النهاردة 100% عشان البنت شابه عبدالسطرصة عشان الصورة بس أنا بني الجاني إحنا حنام كانوا مسمينها كانوا مسمينها أنا عايز أقولي الكلمة بس خايف والله كانوا مسمينها كده وقاعدين نقول العرضية عنصرية لا لا يا كنسمها زينجا مش نسبة لحاجة يا وننسباش كان قاعد شغل باله طول الفيلم وعايز اجد لها جزمة ممكن زينجا بتجرب الجزمة الجديدة لا لا أنا بالنسبة لي قلت صلاح فش مع الله يا راجل لأنه أنا حلوة قوي أنا مفاجأة انت مش متوقعة بس مكايتش F هي بقت F هي موقف هي موقف صح لي من الثاني فعلا تعب وبينام كما نعز نام من غير أداءها الحركي مش زي بتاعي هاي ما هو سوت بالحركة بالفجأة هقول لك زي بتاعي طب وحياة أمك يا رجل ليس هناك فيها مش اف فيه بس بنعزر بيها بس منعزر بيها فلا انا روح للخصص هو الأقرب لإنها تتخذ من سياقها وتبقى يفيل وشعبت بقساتة كبيرة كده وكدامة وده الغالة بنستخدمها انت كدامة يا حاجة فعشان كده بقت هزارة عشان كده بقت هزارة عشان كده بقت هزارة عشان احنا بنستخدمها لان هو التاني تعباد ومرهق والتاني عن دعوة ده عايز بشدانية فحنا حننام ومشتغل معايا يعني هتخترح نهنام انا عبر سترساب احسن احسن الجدل انا اخطرت سريعا قابله عشان احطه في موقف ده هتتردلك هتلفه وترجعلك لا عيد عبدالسطر صدي في يعني حتة ان احنا نشبه شخص في موقف بلعيب كورة تعمل كتير قوي ليه عبدالسطر صدي لسبب ما بتدحك اقتر من اي حاجة تعمل ومتقالس ازاي خلاصة بس لوجه بتلب منها الطلب مش يكا لا انا من مؤيدين الموضوع دوت في الكوميديا ما عرفش انتوا معايا فيه ولا لا ان في اي سياق نكتة او افيه في حتة المبالغة بتاع التشبيه او رقم يقولك على خمسونية مليون ما عرفش مين اللي هو علشان تقول رقم كبير فيه ارقام بتدحك وارقام ما بتدحكش حتى لو انت مندي نفس الالقاء بالزبط وفيه اسماء بتدحك واسماء ما بتدحكش وفيه لعيبة اسماء يدحك وفيه لعيبة اسماء ما يدحكش وانت بتتكلم على جيل 98 لو رحت الحسام حسن ما يدحكش حسن ما ما يدحكش بس عم نسطر صدري ايه 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 هو الميتر بتاع الكوميديا عنده اعلى واحد مش ممكن مش اللي بعده عاد الامام واحنا يعني احنا شعورنا بحرج واحنا ايدنا بتكتب ان فيه افيه لعاد الامام يتحط عادي في وسط افهات البشر يعني مشوفناش انا ده شيء طبيعي صراحة وهشام ماجد معناش رجل احنا ايه لفة عاد الامام؟ صاروخ معناش رجل الافين بيتحاول الافين بيتحاول احنا اقولنا هنقارن الفة بافة مش تاريخ بتاريخ ومش ممثل بهماس مكاولات كل الفة عشان ناجد تضح بطريقة الالكار اخد بالك انا بتذكر دلوقتي لما سمعت ده اول ما سمعته ولما سمعت ده اول ما سمعته يعني اول مرة سمع فعل الفدة اول مرة سمع فعل الفدة دي كانت تاني مرة افيشة بهداية قال اول واحد كان ايه وخلي بالك فين في نفس الفيلم لعاد الامام نفسه او او من كمي لا There J levar لا ساروخ ده فريد من نوعه بarm جامل اسد من الجامل؟ آآ عشان عجبك ودي حاجة بتعجب بالضحك يا اما هتضحك عشان احركت فهتضحك. ولكن معناش راجل بين ثلاثة رجالة وقفين بي صالح كويتش مع رباية ونظرت التاني ليهم. ايه دي معناش راجل. انا اتنقطع ايدي بس هكسب معناش راجل. بالنسبة لي. انا طب خلاص انا هختار صاروخ كنت متصور ان احبط عادل امام. وصل اسرع مما كنت اتصور والله الحمد لله. انا احبط عادل امام. معناش راجل. ما تبلغيش اوي كده. اصلي مش سهل ان انت تعمل نفس الافي مرتين ومرتين ايكونيك. عادة الناس بتقول انت بتكرر نفسك انت بتحييي نفسك. لا انا انا. لا اجرؤ. ايه ده ايه ده? احنا قلنا هنحط ايفي قدام ايفي. ما هو ايفي قدام ايفي ما انا قلت لك انا افتكرت اول مرة تحيط كده ده. احنا موضوع لا نجرؤ اللي انا عملته في الاول دي مقدمة للزوء كده لكن في الاخر ايفي ايفي لما يكون مين لا ايل ويعمل. صح صح مليون في المية. وعلى فكرة ما هو كده كده مش هيعيش معنا كتير عالترابيزة دي ساروخ يعني. كده كده هيروح. بس هنا لا انا بساروخ بيدحاكني اكتر من معناش رجل. لا معناش رجل ده حاجة اكتر ومعناش رجل حيسد مع حاجات تانية معناش رجل. ساروخ ده هيقع مع اول حاج واحد فيه فكرة. يقع بس اه بيدحاكني اكتر من معناش رجل. مات بالغيش قوي كده يتقدم. مات بالغيش قوي كده. ها ايه يا عم انت بتحزر انت نبسك بتعمل ايه وبتحزر. ههاهاهاهاهاهاهاهاها اهه انه وبتحزر. واماب ده هاته ان انه وبتحزر. هما تعلم هو دهcription. ههاهاهاهاها Luهبت منك وهشرف supplement. اه Vegas. وشرف امي ده ايفبي متوج خط جوا الفيلم بالزبين بالزب. بتعلقته بامه اللي كانت عمال هي تقول له انا شريفة. وعمري 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 وبعد كده لما راح لقاها لدرجة ان هو استسلم يعني صح لما التاني كان بيقوله اسمه ايه ده لا لا غير الامل الحلفان لما كان بيقوله عمل ايه مع مع امهاتهم كل واحد يوم جات له صدمة والتاني لا انا عادي كله سمير وحش السرير ده اسم مشهور مدير الخطير شريف رمزي كان اسمه مدير الخطير على فاكرة الشريف رمزي في الفيلم ده وتعمل اداء جمعه اه اه ده حقيق لان هو زي ما يكون هو معنا مش معه مهم هو فاهم ان اللي بيحصل ده هو بيلعب وخلاص ايه ايه اتبست عايز اتبست ايه لو غربت منك برضو عبقالي لان هو في وسط تهديد صاحبي اما هم بستشار افل احنا مختارنهم كل اومي لحاجة ايه انا بكلم قدامي الاتنين انا بكلم ده قدام ده يعني ده قدام ده وشرف امي بيدحكتاش بس وشرف امي دحكش الوحده هو يدحك بالتعليل عليه اه ولا ولو هيبقى بين لو لو هربت بينك لوحدها احمد ساهمي احمد مكي لا ترجو على الاسسلام اه سامان مشاهلو جهير اه 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 بقى اعمل حساباتي طب شاركنا حساباتك اه ده احلى حاجة في المتشار بتاعتنا لما تتقل محتار ونعد نكلم هو ده بالنسبة لي لو هربت بينك بقى انه هو عكس العكس هو شرف امي شرف امي في معي بيدحكش شرف وشرف امي مش هوrywت fix ولو اهربت منك دي اصلا حلوة يحادي هاته اخلي بقى لك عزاب لو مسكك حقت بيني ولو هربت منو خلي عليها ساعة الا اللي هاقتيلك طب لو لو كلم عنده معرفا كلمان ما اجيه لكش اي فلا العلم скажتش سؤال مستفز هو سؤال منطقت بس اللي خلا ننجح مرة ما عزاب ما انجح انا افهم كل الموضوع يعني ديني صورة على بعضها? معظم اختر كمان. ايه يا عم ابليس? انتو طيب اوه اصلا عزمش هم بنزع استمعكي مليه. ملوفلك معانا النار اللي فتت. انا احمد نيك. نيك. ووطل تختار اول واحد دايما. اصبر. حط لحسك. قبكرت. اصلا ما نبه علي ما اقولش العطاة. ولو هربت منك? اه. لو هربت منك. طيب انت مخترتش? انت اخترتوه بص بقى راح فين? راح هيقبل العادل الامام. راح لعادل الامام في المكتبة. في الدول. حل. حل ليه انت اللي ودتني? دلوقتي هنروح لهذا الصف او لهذا الصف? هنروح نحي الدنيا. ده كده خلص في واحد منهم حيروح النهائي. الجاموس عارفت اسمها. انا 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 بوحة احنا اتفقنا ان بوحة فيلم محمد سعد المفضل عندنا احمد الثلاثة. والله من غير ما قصر عليهم. هو ما قالوا قبل ما اقوله. لا 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 انا بكتب اصلا على فيسبوك كده يعني انو نصف عارفاني محمد بكتب ده. بطرق علي مولا بطرق علي مولا بطرق علي مولا. وانا وجهة نظري انه مش بس عشان الافهات بتاعته جنبه. هو فيلم كويس. كينا قصة. كينا قصة. الفيلم ده اسطورية. برايم حسن حسن. لا حسن حسن ده على جنب على جنب على جنب على جنب معلم فرج ده على جنب. يا جماعة هنعزر. تمدال دي لانت البلاكولة. اي فرصية في اي جملة اي. وعلى الرغم من كده لما اقعد افكر في الافهات بتاعت محمد سعد واقعد احكيها مع الناس في الاستريمات وبتاع عمري مجي في المغيب الافهات. بتاع عارفت اسمها من نين. عارفت اسمها من نين. عشان ده هو جوه. عشان عابلها واطل وتتسعت بعدها واطل بالقلم كتير اوي فهو ده اللي بباروز. ده خلاء خلاء خلاء. اسلام اي لك يا سيدنا معنا. لا 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 ده ده قابل. ده ده وهم لسه في المتبح. في المتبح. فالدكتور عمري مصع الجاموس كده وبتاع مجيب الحكاية تبرا حول انه عارفت اسمها من نين باروز. لما راحوا الاسم انا ده لابس لابد. ليه اصلا. ليه اصلا. ليه اصلا. ليه اصلا ده في بنات العام لما. لما صح يوم متأول باول مرة بقى خلاص بنات بتشفوا. مشيكوا لما تحول من بنت الولد فقال انت كنت بنت خينة بقيت ولدت خين. تمام ده فين. ليه اصلا. ليه اصلا فقال. ليه اصلا. بتضحك موت موت. بختار بوحة. بوحة يا ريس. بوحة يا ريس. بوحة معنا. مية في المية. اه. ربطة ده احشيش. انا برضو محب عمري. لا 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 مش ممكن. ابي اعريكو. حضرتك عندك ولاد قدرت بيع كلب منهم طب تحبس ودي تفهم ايه طبعا هان قاله ده محتاج ياجول وده محتاج ايه محوولة من امريكا الراجل ده اسفايل فرغالي ده طريقه تحزاره عمتن التطقين دي بتدحك فش فضي الشقة بقى عشان انا بعمل ايوا عمل دايما بيعمل الخال دايما بيعمل خال تخيل الخالي اللي هو اللي مفيش ملة بقى وشوف لك حطة عاطية التلاجة تمام التلاجة تمام احمد عز عارفو كلا ممكن الناس كديم زي بقى شفاء عارفة التلاجة تمام ده ايه ففكرنا يلا ففكرنا يا جيم مي مش عايف التلاجة تمام التلاجة لما كانوا باللد يطرحوا يباتوا عداء وخرجت تعمل البتاع ووطت طب والتلاجة صوت عالي تلاجة 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 صحيح بصوت وطي كده شوية فلما دخلت هو باعيز يعمل راقب بقى ايه التلاجة تمام في التلاجة تمام دي تقل عموما استخدام وانا زي ما تركو عادة اتشقق بي فترة فده كان يكتب مفضل اتشقق بي لحد مبارح ياش انت حر بقى انا ما اضطر انا مليش دعوة بالحاجات ده انا من ساعة الفيلم ده الملحمل وانا متجوز وانت ممكن تتشقق بي عموما بشارة التشقق بي لانا متجوز بعد ما نخلص وانا مراجل يقول العابدة التانية تانية دي اوعا وشك لما طلعت زكريا كان بي تقول لي احنا نسينا المدلوت بتاع طلعت زكريا قبلها عسكري كلب اسرائيلي عبديني ها انا اسرائيلي طيب لو راجل يقول العابدة التانية يسعي تعل لو لم اكن اسكندرانيا لو دلت ان اكون اسكندراني قلت له مصري مسكندرانية دي فيه مش في مصر. انا ممكن اقوله اسكندرانية. انا عادي ازيتنا في دقيقنا. طبعا انا سبته مالهي في العضة وانا عملأت الالافل صغيرة. طب لو بجيب العضة التانية في احمد رزق برضو. انا بعشق افقاته في مافيا كلها. هو في مافيا اسطوري في الضحك. بس اه مش عارف. هل زلمنا من احنا اختارنا? في حال بدلوقتي نندا من احنا تسرعنا ولا? لان انا رايح ل. تلاجة تماما. تلاجة تماما. لا لو رجل قول العضة التانية فين. لا. تلاجة تماما. لاجة تماما اوسع واشمد. الرهينة جميل ورد. الكاركتر بتاع مصطفى. امعيجي انه الزورة زي دي شبهنا. لو الرجل قول العضة التانية فين دي حاجة حاجة جوه. اه. اه. لو مغزولة جوه الفيلم لان احنا احنا عارفين ان العضة تانية فين? وعارفين ان المقدمات بتاعتها ايه? بتلاجة تماما? انا بتلاجة تماما بسراحة. يعني انت متكرة حاجة وانت بتختار. بس هل لو راجل قول العضة التانية فين اكيد افضل افلح مدرزق في الفيلم ده? في الفيلم ده? فكر يا متخلف. مالك. فكر يا متخلف. ضربوا قلب ابن لازين ايه. مفتاح ليبيا هو. واحدة واحدة لش ما يصير. واحدة واحدة. ظلمناه. 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 طيب وعلى فكرة بقى برضو مش اجمد افيل احمد احمد عز من الفيلم ده. طيب عن احمد عز لين انا قلت القريب تعمل تقول ترانزيت. وحتى في الراهينة. وفي الراهينة برضو صحيح. تحترمي نفسك بقى. مستوفى انت عندك ايميل. تحترمي نفسك بقى. انا مرغاية عز. تلاجة تمام ولا? لو هنكرم بين دول. انا ده انا حتى في المحتوى التحرشي مش عارف ان ده ازاي وفقت علي فينا. ده حتى في المحتوى التحرشي انا بفضل التانية بتاعت لا 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 احنا اتغيرنا خالصا. خالصا دعم. لا ده بسرطة تحرشي واضح. التانية اسكر. انا بقدر الحاجة اللي هو ايه. انا انا بجملك لا 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 الدنواطي والله. ما تقوليش في حق كلمتين كويسين انا سبالة. ده لجا تمام لا مش عارف. حاسس اه حاسس شوية ده احمد احمد رز. بيقول شخصية تقديني للتلاجة تمام. انا بحب احمد هزي كده كده بس هنحاز شوية احمد رز لانه مش عارف. مخييرة شوية لانه منحاز له كا كوميديان. ما هو بالزبط بس انت بقى. يا منحاز لحمد رز. عندك في مافيا. كا كوميديان دلوقت. عندك في مافيا. شاف ان احمد رز داخل دكيل يعني. اه مع اسس انه. لا بس اهنا الفي بقى فين. ماشي. ما هو ضعوا بقى بين كوميديان. انا. انو حر عام. حر ايه عام حر ده هناك. احنا انا في حلع قدام ناس. احنا انكك لبرت بموضوع دي. ما ماشي. لا لو راجل اولي. قالت اللاجة تماما. هرجع في كلامي. صباح مع المحبب مع مداز وحب الوعي نبولت. طب لو راجل يقول له حد تانية. بس هي ورده دي ايمة على كلام ااا من الله. اود ده على كلام. اتجاه تستزرب. ايمة على كلام ااا طلعت ذكرية كل. افتكرت لما كان عامل اليابانيين لما طلع عاملت كده منه شلو بيزغرطت. سنيين سنيين. دياب دياب دياب. دول بقلاشون. دول بقلاشون. دول بقلاشون. انا 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 انت لسه ما تقررتش ها? انا لو راجل يقول له عدد تانية فيه. اه. انتصارا للصياق الكوميدي برضو كمان مر. ازاب. ويعني اه هروبا شوية من محتوى التحرشي. رغم انه بيدحك. فشخ. كده كده بيدحك. انا مش حكر. بس هما يعني. ده جوع الفيلم انا عز. حزر هزير احسن من ديب كتير. واحمد ريزو هزير احسن من ديب كتير. كده كده. احنا حاطيني في الوقت. انت اخترت التلاجة تماما. انت اخترت المحتوى التحرشي. ده اللي عاجب. انا احجب. ايه ام كل البروزة دي يا عم. اما بتضحك على فكرة عادية. شو حيز اركبك مرجعك. انا احسن عايزة مرجعك الفترة اللي جاية. بس لا بس هو فعلا زي مع المحدي انه ده جوه مغزول اكتر. بناء على رد حق. حقك. حقك وليه كامل. طبعا كل محاوة اول بصراحه. وعرفت حسن احمد ده رزق مؤخرا اصلا سلت نفسه من الكوميديا شويتين وبقى بيعمل ادوار شر اكتر وبتاع. احمد عز لسه بيكتبوله وبيكتبوله نوكات وبيعملوا بتاع فلو عملنا الحلقة دايات كمان مرة كبان عشر سنين هتلاقي افها جديدة لحمد عز. اطف. وفي الاغلب مش هتلاقي افها. لكن هتلاقي ذكريات لحمد رزق. ذكريات لحمد رزق صحيح. ولكن احمد حلمي ليه في حلقة. ده بصراحة الدم. لو ستعيني بقى راح الدم ليه. احمد حلمي ليه في حلقة. احمد حلمي ليه في حلقة افكس الارض. لما تخيللي زي انه تخيل لك كده احمد عز. لحمد رزق. احمد حلمي. حاسب الخطوم عشان بي نقت. بصحي فتيرا. يا خبار بيض. بصحي فتيرا ده نحنش عارفه بقى. ده اللي فعلا. ده اللي بس كتير عرفه. ده كست الحي الشعبي. محمد شرف بيدحك موت في كل افلام احمد حلمي. خلديهم متفقين على كده. بستبعدناه جبنهم كست الحي الشعبي فيلم ليه هو بقى. فكان نايم. كان نايم في. ناسوا بكتيريا. اه كان ناسوا بكتيريا. وهو عشان ناسوا بكتيريا فكان عسان جاي شوية. طلعا زكنابي صحيه. خلاش عليك بودرة. قال لي يا عم قولي البودرة دي بتصحي فتيرا. فدي جامده قوي. وتوك توكست الفرقة دي برضو متنوية. عشان في جيد ريست وبيانست. فهي حاسبه خرطوم ده بيضا. احمد حلمي بزاكي شان. اما كان مستخبي من حسن حسن تحت السرير. نعم. ومسك للخرطوم اللي طبعا انا عايد لك يا. بقى حاسب خرطوم ده عشر في نقاط. لانا فاقل فيه. دي انا كنت بستخدمها مع امي. فانا بحبها يا شراح. تادي. حاسب خرطوم ده عشر في نقاط. طبعا في النقاط دكوتش. اللي كنت رأسا هقول كده ده حيبقى في معالج لذكريات العيال اللي كانوا يتضربوا بالخارطة. بالزبط. ماشا. الفجأة ممكن الليبا كوميديا. ممكن احزر يا. سليفها بوقتها. الغضب يبقى عميها يعني. لذلك ما انت كم بتستازرك. لا انا اه اه. انا 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 ميل. وانا برضو احمد. ورد فعل احمد. ارد فعل حسن حسني. ومات كان فاخله فيه اصلا بلق فيه. اه اه اه. اه كريم عبدالعزيز رجع لصحبك. اف. اوه اوه هشتي له واحد. بتاع بتاع ماجد الكيدواني ده وسطوري. بنهزر به لحد لسه السنة الجاية عادي عادي انو من السنين الجاية كلها بيتقلب. واي حد ده اتقوس معامر هو معرض ان لقوله ده بس كتلية. مش مش كل شيء. ايا اي حد في كارسة معارض ان لقوله. انا بغادش في بلي قبل كده بس حددي اعمل كده. بس في بين السطور شوية فعلا بتعلبس قط ليه ولكن بيدحكني موت. طبعا. اكتر من بتاع قال لها يا بيبي. قال لها يا بيبي ديالوج اكتر. ديالوج اكتر. ومعرفش من كتر ما استغدم واستهلك. خلاص ده. وهو كان جامد اوي. ما سخيبك لابس قط ليه يعني ده بيتعدي يعني من كلمة ازم. انا بيموت. برضو استهلك بارني. لا بس اصلا الموقف هنا حلو فشخ وما بيتكررش كتير. الفكرة ان انت بتدالغ. انت عاد معك انت غيران موت وبتبالغ. وانا عاوز اجريك. رغم انك معكش حق. فانا عاوز بسرعة. يا طو. ممكن يقول لها يا ريفي. انا مش عارفة جملك ازاي. اي 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 اي. انت مش منطقي. لا بس قط لي برضو شاف ادوار بيعاية منهارة يا اطفا. مالك. مالك عامل. اي 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 انا روح اللي بتاع كريم عبدالعزيز. روح اللي كبرة دي شنو هو مقرنة انت قدام ده. هو اف متقالب مدروب بروساص. لبس قط ليي. لكن ده اي اي ابي هي تانت قراتة سايك تانت. ففي ده يا لوق راح جاي اكتر. اجري. خلاص? يا الله بي. يا الله بي. لبس قط ليي. لبس قط ليي. سيحلة. وصلنا لدور تمانية دي ممكن تكون اسرع مرة في حياتنا وصلنا فيها لدور تمانية في دور ستاشا كله. على كل اه اه اه. دي حاجة حاجة بيحش. والله شيء ظريف ان انتم حاسمين رأيكم في الحاجات. اه اه. حتى الفترة بتاعت الاسم ايه دوت? الحيرة او العطلة مش كبيرة. في الاغلب الناس بتخش بيبقى فيه كونتكست اولا فيه سياق لازم يتحكي لكل حاجة. بس احنا عموما في الافهات برضو حلقة اولا هي ما كانتش طويلة قوي. الناس بتعجي فيه لانا الافهات. بس خدلك برضو انك تشرح افة سبعين فيما من الموت عم تروح. قوي ما فيش مثلا واحد ولا اتنين اللي ممكن كانوا غمضين شوية للناس فبنفكرهم بهم. الباقيين الناس كلها مترباية للحاجات دي. من هنا? اختي اشرف مش شرف. اه الاختيار بتاعك لسه موجود? اللي هو ايه? اه لسه موجود ولا خرج. اه موجود. انا اصلا عندي حساس انها مختار زي الجيم. عندي حساس انها كاتبين زي بقى هيبان في الاخر. انا غير لطي ما حستش ان انتو تحمقتوا الافهة قوي لدرجة ان انا قاري انتو كاتبين ايه يا ما. اوكي. لا بس حساس ان الاخ مش زي بقى. هنشوف انا متوقع يعني. طيب لا اختي ايه انا اختي اشرف مش شرف. ايه اختي ايه اختي اشرف قصام. لا. اه. 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 هتعمل يلي فيها بسطر صرف. اه. انا عود ده. عشان العشم اللي هيك اتراحة به والهدد اللي هو عشاء. ايه وايه اتقوله? انا اختي اشرف مش شرف اه. وكمل كلامه عادي. اه. اصد الهدد اللي هو هدو لها خالص ده. بعدين في البراه المنبلة. بعدين ببراه المنبلة دي. ستار صبري انا كنت حابب بقاء احمد عيد عمتل بشكل عام يعني مغدى النظر حدان طب لأ ما انا انا اختي قشرك مشتار بدي فيه متوحش بعشاو بعشاو بطريقته بطريقته ما هو بيقول يعني اخي اشرف من الشرف دوت اللي هو تعقيب رد على حد عب ستار صبري تشبيه هل في عندنا مين المشابه يعني مين شوية مكرر ولا مفيش مكرر هيدا مم فيش حاجة شباية التامة اه هو اختي اشرف من الشرف ما تبلغيش قوي كده فيهن اباحيين شوية عرفت اسمها ابنين وعبدالستار صبري نفس الطريقة فيش تشبيه بس يا رايحة كده وايه ابنستار صبري وايه وعرفت اسمها ابنين لا 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 بعيد عن بعض اوه يا جدا ليه استنى باس فوقر فيه انا معرفت اسمها ابنين بكلم عن جاموسة احنا معدناش ولا تشبيه تاني غير عبدالستار صبري انا تيم عبدالستار صبري احمد هتعمل لي فيها بستار صحيح لا انا معطيها زكريه احنا ما خليناهوش يسوينج ولا مرة بغايدة هو بيقول بسرعة قوي اه بس انا مو ارجع ارجع افرائي انا معانا دلوقتي بالنسبة لي انت معطي زكريه الفين حدوين تقليبا في قوة بعض لا انا انا هروح دلوقتي دي اللي بيدحكني اكتر حاسس انت معطيها زكريه ده انا 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 هروح لي دايما لفكرة انك تروح لبول مليان تعريفات وسبحان الله تحط ايدك على اكتر واحد بيدحك فيهم كله صح صح لانوك ممكن يقول اي حد تاني اقولك حاجة اقولك حاجة بالزبط بالزبط صح كده انا هروح لكم عشان طريق تحمل ايده ما بيقوله مليون في المية مليون في المية بس انا قلت لك حاجة دلوقتي اللي هيدحكني اكتر لو انا بسمع الاتنين دلوقتي واتفرج على الفين مين لا بتاع احمد ايده هيدحك ايه انا عندك انا جميل انا جميل مليون في المية عظيم كمان مش جميل بس شكلكم مش كدبين نفس الافادة اختي عشان مشترد في كتير مليون في المية وعلى فكرة يعني افلي دارك يفيد تستخدمه كتير تستخدمه كتير انتي ولا حاجة اعرابي مقامك اه طول الفيلم بتحاول انت رقي نفس النادي بقى حاببته بتبقى فنان بتبقى ببقى ببراس بروس لقى الخامش اسمائي لما كان من دهلها من تحت البيت ساميه 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 ده كان غريب ساميه ده كان هاني رمزي فيها منه فيه كان طالع زكريه بينادي معاي يعني لا طالع زكريه كان بينادي فحاحة وطفاة اه بس ايش فكر اسمائي بس اي حاجة كده نفس الوزن نفس الوقت هو طول الوقت يragenب كده اه قلوا عجي اينادي كده اه loose هو ناسب حاجة في ادناغ ماشي بيها تولي الفيلم جميل بصراحة وهي بعد ما ضربته بالقلم رحضة للأحمد رحمد هيد كان بيهزر فشخ زماني ما عرفش ما عرفش إلا حسنا بس رحمد عيد أسطوري واضح إن الفيلم ما عجبكش جميل يعني لا رحمد عيد خلص أنا متأكد من إيجاب تير سلام تنفيذ والله هنهند معني ميش تدرجة هندة؟ حلوه بتحيلوه ماتبالغيش قوي كده ولو هربت منه ده أنا مغمل يا راجل طبعا لو أنت مغمل أي مشاعر أحمد ميكي يا راجل أولنا العظيم لا طبعا انت ملك بتفوت بسرعة قوي كده ليه أيو عشان عشان هم لا ده من أول ما تخطر المفروض تحتر يعني من أول ما تحط قدام بعده أنا مخلص ده ده بالنسبة لعبكاري ده بالنسبة لعبكاري ده سهل تعال أقول لك حاجة سهل سهل لك مكرروا تعال أقول لك حاجة هو عاد الإمام اللي عمله مرتين محدش تاني عمله بس ميش وعشان فاسحك قول لحد قول لحد الإف ده كده كده في خروجة في خروجة في قعدة قول لحد ماتبالغيش قوي كده لو قول الإف والناس عارفة كلها جاي منين قول لحد ولو هربت منك في السياق في السياق برضو الهزارة اللي حصلة لو في السياق لو هربت منك هادا حاجة استحيت بقول لك من هقول لك هذا حاجة قلت اللي عادة ده كده هو سياق غير مكرر أصلا ايه السياق اللي ممكن يجي فيه لو هربت منك مش عارف مش عارف لو في ميتنج شغلي لو في بتاعهم مش عارف ايه وتخلصوا لو هربت منك ايه بهزار بس مش هتضحكوا مش اي حد على فكرة يفتكرها لكن ساروخ ماتبالغيش قوي كده انا مكتش فكرة خالص لا بالنسبة لي يعني انت لو جيت تعد الطوب فايف افهات من اللي تراجعوا الاستسلام ممكن جدا ما تفتكرش ده بس لو هتعد الطوب فايف بتوصفها بالعمرة لازم حرب لازم ساروخ صح ولازم الاكشن عادة صباح الفو اللي انا ايه عد الدنيا لما خدنا بالنا كلنا منه محطناش حاجة غيره اشتكرت لما كان بيقولك اعمل فجوة في الحاجة شريف بيه اعمل فجوة كنت بقى فينا فتحة لا لما دخل اليوم الزابط وكبير شريف بيه اعمل فتحة شريف بيه اعمل فتحة لما شريف بيه كويس بس لو لما قلناه رغم كل اللي تراجعوا على الاسلام اختارنا عظيم من وسط الفئات اللي تراجعوا على الاسلام حلو هتجي تحط مع السفرة في العمرة لأ مش انت راجل غلاط بقى تتكلم عن الفيه ولا على فين بص انا بأسنة بأسنة اصد الفيه اخد بالك انت لو الفيه اصد الفيه لو الفيه اصد الفيه انت بتسهلها لي اكتر لان انا ممكن يكون اللي تراجعوا على الاسلام بيدحكني اكتر من سفرة في العمرة بس لو الفيه ده اصد الفيه لا متبلغيش اوي كده بيدحكني جدا لو مفتكر وش عاد الامام بتحك لا والله انا حاسس انه حقك لو ايدك بس ليه يا عم ايدي ليه يا عم احنا في لو وربت لو وربت بينك وفجيته واحدة كمان يعني انت معامل امام انت بتوقع انه في موقف زي ده لازم هيقولك طيب ادي براعة ده زكاؤه تواخد بالك ان الفيه ده جوه جوه المشهد ده يطلع في ميلي سكند يعني هو قبل الثانية دي الفيه ده مايتقلش بعد الثانية دي الفيه مايتقلش هي فكرة انها شافت الصاروخ والصاروخ لسه ما انفجرش فهو ما يعرفش ان تتكلم عن ايه صح 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 ده جبارة جميلة واصلا جاء في وقتا يعني صدف ممتحصلش الواحد في المائة وطي مش متوقع ده عادي الامام يا جماعة ده كلاسي كان ولا اللي انا اعمال فكر في الافيدي لما كنت بقولها، لما انتا قلت سهل لا مش سهل يا جماعة ده عادي الامام بس ده سناريو كويس بس اللي طلع منه شكرا بس مئة في المئة اللي هي اللحظة انتو كنين واحد شاف حاجة وطانية لسه مشفهاش ومعتقدش على فكرة ان دي سيناريو يعني اعتقد ان دي ومش ارتجالة يا اصلي المن في العسل يا ماتتوبة مية في المية لان انت بلعن على الصاروخ اللي هي شايفها انت هتقول ده؟ ايه بتقول صاروخ من الخضة؟ هو فكرة مفضولة من حاجة تانية؟ ما عارفش بقى ده في علم الغيبي انا مازوش عايزين نفترضه ولكن ايوة ارتجال معتقدش صاروخ متبلغيش اوي كده نلغيش اوي كده صحيح لا 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 متبلغي ده غباءه غباء الكاركتر ان ميكي مسك الكاركتر بالغباء ده من اول الاخر وماشي ماشي هو خلاص وصل للمرحلة ان هو خلاص انا هدفني طب ما هو ده فيه نفس البوكس ايه؟ ان في اللقطة دي هت الشخصية مغفلة يعني عدل امام في اللقطة دي هي لحظة الغباء شوية لحظة الغباء او عدم ادراك ده كاركتر ده الكاركتر الكامل من الاول حتى اللحظة المهمة ده يخلي بالنسبة لي ده احسر ده يخلي بالنسبة لي ده احسر بالعكس ده اسم هو لابس كاركتر الغبي اي حاجة هيقرد رد شبهة ده واحد راح اعارة للغباء ورجع ومش غلق قد ان هو عدم ادراك للحظات يعني انا سألوكم ان تتكلمي في ايه؟ انا فاهم الا ايه ده بيسأل بجد بيدحك ده بيتكلم بجد برضو ده بيقول ما بلغيش اوي كده انا هو متجامل ده بجد عايز اعرف لو غيرت بنده كله انا غيرت بنده كله على فكرة انا متأكد ايه بتدحك وبيتدحكني ياسم بس ايه؟ وقرنة بالإفبتة عاد الامام لا الإفبتة عاد الامام بيدحكني اوكتر بكتير اوي فانا هاختار خلاص الفاينال بقى اختيار بتاعي ما تبلغيش اوي كده لا انا لسه شايف احسنينينا الحوار ده استاذ مهي لانه هنرجع برضو لحتة بتاع المتوقع في كونتكست زي ذا انه هنقول حاجة ابيحة متوقع هنقول حاجة ابيحة مستهي تسمى حاجة ابيحة اواخد بالك المشهد ده برضو احنا نتكلم في في الصوابيات بتاع التسلم والكلام ده المشهد ده بالإفه ده اتقال وهو ما بيعمله ايه؟ ايوه ايوه بالمعنى انا اسف حال الله سبحانه وهو فين؟ انتعرف هو كان فين؟ والله ما سهلة بجده مش سهلة يعني فيما مش اي حد يهزره ومش اي حد بجرقة انه هيقول كده هو كده كده مفيش حد فيه زرغ كده كده محدش هيزرغ على الإيمان في صلاحيات مكتوبة كده ده بس الرجل ده اللي هيكلم في المواضيع دي وهيهزر للدار ده ولكن في الاخر من وجهة نظري انه جدا مل مية يعني هيقول بقى ساروك مبلغيش اول كده ساروشت مركبي اقول لك حاجة انا هراضي بيع نفسي بس هنا انت تفاجئت مليون في المية انه مش ده الرجل انت تفاجئت مليون في المية بس انا اقول لك حاجة الرادي بيع نفسي وامتأكد دي صح اسمع بس اسمع انت تفاجئت مليون في المية متبلغيش قوي كده ساتحاد يقول لك الى عدل إيمان طيب التانية لو هالي رمزي قالها من متراكت خلال من فيه لو هالي نغير لعادل إيمان مش هدوط ما نصرحش بها أصل بس انا ده حاجة تانية بس صحي دحكك من عدل إيمان بس صح التاني لو هاني رمزي قالها من غالب منه فيه هدحك ولو هنا قالها ايه لو قالها احمد عزة هدحك مستحيل مستحيل احمد عزة تدحك طبعا اه الناس اللي معروف عنها الجنب التحرك احمد عزة تخدها طبعا مش هيقولها براكشن عندي الامامة جماعة ماهو الوش بتاعه هو اه ايه لا فيه احنا لسه بال ايه احمد عزة ايه من بعد كده برضو احمد عز فلو هاي حد احمد عزة طبعا الناس برضو يا ريت احمد عزة جزء ده بالذات عشان يعني الجده القسير فيه بشكل كبير الناس عارفها كده كده عني ان عاد الامام اسطورة بكل اشكال انا حفوت والفوت بتاعي دوت بس ما اللي حتة احنا قلناها في وسط النقاش ان ايه الافي الفير وايه الافي الانفير الافي الانفير تعاد الامام بسراحة لان لو لن انت عاد الامام ولو لن انت اكبر نجم ولو لن انت معرفش مين اصلا مفيش كوميديان تاني حتتحليل فرصة ان هو يقول افزة طب ده عايب عنده لا ده مش عايب طب خلاص ده نجاحه بس انت باخل موسطى جبارة من حقي تلمة عيني الراجل ده بيشتغل دول بقى يعيني طلمة املكها مكي مكي مهاردة لانه ده ده كمان خلي بدك ده كان مكي وشيف لجيب نس اعتقد يعني انا مش عارف انا اللي انتو والتوق انفير بالعكس انا شايف ان ده اصلا بالنسبالي ده الفير اللي هو انا واحد وصلت للحتة دي من حق استغل اي صلاحيات ليا فههزر اي زور تلمان ده نفس المبدأ بتاع الاهلي بتاع سرعة بالحفيز اشكرا انا جامل ده اشكرا انا جامل 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 انا بالنسبالي شغل اكتر من character character ما تزعلش حد ما حدش يتدايق منه لو انا ما اتفاجئتش يعني لو انا الوحيد اللي اتفاجئت فيكو على فكرة لو انت هتكلم في character 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 ان انا اعمل شخص عادي زي اللي كان عادل امام عامله اللي هو بتاع سفراف العمارة اصعب كتير من ان انا اعمل واحد غبي ماشي باكيش تفسير بقى بكلم هنا character character صراح مع حق افوضو صراح هو ده طب انت اخترته تكونوا عنيش بقى اللي يرضى عليك يا جماعة اشوفوا الحكوسة دي عشان اخترت عادل امام والراجل ده عامله هو بابي هو بابي وبيحاول اكناريو انا مكتر انا كده كده معروف ان عادل امام بالنسبالي في باكانت هنا باكانت كده كده بس ماشي فده انا اخترت خلاص واللي انت قلتوه اصلا اقمعني اكتر هتعمل ايه هه ده ده يعني افترميها بترزعها وتلقى دلوم في حتة تانية وبتاقي وترزعها اه اه ياما عملت جامعة عاري ما عامت اه ياما ده صحيح لك اه اففا متفجر اه ده اففا متفجر امن فده برضو يحصل لوقت احنا دلوقتي هنطلع حد نهية ولا نروح هنا الاول نروح هنا الاول اوكي ده كده بتدفيديها في كارثة سوداء مش هبصرها دلوقت مش عايز اعرف بي انت عرفت اسمها منين لو هردك أول عدد ثانية فين عرفت اسمها منين قولولي عشان أنا لا معرفت عرفت اسمها منين لو هردك أول عدد ثانية فين عاربت لنسبيني خلصان بوحة 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 لا إسباب كثير بقى يعني يعني هو أصلا ده يعني ده الكسم أول مطش بسهولة أو ده كسم أول مطش بصعوبة مم في منطقه إن صح بيحصل أه حاسب فإن الخارطوم بي نقت لابس كتلي لا 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 دي أصعب حاجة بالسلامة في مدى الحلقة حلمي وقابل كريم دي أصعب أصعب واحدة يعني أصعب واحدة أحطار فيها دلوقتي من الغريب جدا 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 أننا في الحلقتين فيه إفهين من نفس الفيلم لنفس الشخص وأولاد اللازينة وينرز رغم أن الفيلم نفسه لما تيجي تتكلم في السياق الأفلام الكوميدية قوي ناس ما تفتكروهش فكريم عمد العزيز ومحاطب مصر المرض فتكتن ليه برضو إفه بتاعه وعم عبدو ملوة ملك وعم عبدو زبو إيا ملك أو في الحلقة الثانية أوكي وأي كلمة أخذ سواء ونمشي ليه طيب أخذ سواء ليه الخمسر وبمسر نمسكوا الحزوية خبر السويد وانا قد لك وانت بجادل معكف بتاع تعادل الإمام ده لسه ده دي ده دي الاتنين من نفس الحتة عمر ده ما هيقول لك ما هتفكر في دون الخرطوم هو ده اللي همك دلوقتي انه بينققت فتغذر في الموقف زي ده ده بتستفي الزو أكتر ولا انه يلفت نظرك في واحد دعاية النبس كتر أنا بقدر لقف لكن ما يتفهمش في الحزب لا بس كتل يابدي ما يتفهمش انت الحزب انت محتاج لك سانيتين ثلاثة عشر هو لي ايه اللي ايه اللي جانب ده اللي هو انت داخل ملك يا عمر ايبقى معاه الجملة مكررة الف خمسمائة ملك يا عمر بتحاير ايه ملك يا عمر زعدان دي ايه كل الناس متوقع يقابل يروح ايه حاجة تانية فتبهنك شوية اهو قال ايه يابس قطل ايه صح 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 كريم عبدالعز يستمر بس الخرطوم بينقط بس في عيز الخناوة عيز بص في جوالتها ان هو اجري منه قاعد يستخبه وبتاعه ضربة كرسي شوية الاول بعد كده جري تحت السرير فقال له طب انا يعيد لك فالخرطوم بقى كده خرطوم ده عشان بيناقط معي ورد فقال حسن حسني ايه ابي مص ايه بتضحك جدا بس زي ما انت قلت الفيلم يتفهمش في ساعاتها ويبقى بيدحك جدا بيبقى جميل ايه ما قلت زي ما انت قلت بانت مزنوق جدا بزنوق جدا الاثنين دول بس انا شخصيا بلابس كترين ايه وكنا ايه وانا كمان وانا كمان وانا كمان وانا كمان ايه اه وصولا لغصف النهائي ليه 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 بلات حسي بشعورة العلاقة دلوقتي ايه 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 فيه تلات افهات من دول غير متوقعين تماما يعني هم طلعين من مشهد طلعين من سياق انت مش مستني الشخصية تقول نقطة اصلا ايه 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 صح عبسطان صبري انت متوقع مية في المية ان فيه افه جاية هو لا حاجة عملت حاجة فانت حتقول افه قلت افه جبار اه بس متوقع لكن التلات التنين مش متوقعين دا يرجح كفت لو وربت منك هنا يعني انت كانت في الورا دي لو وربت منك انا بصنف بس انت كانت في الورا دي لو وربت منك صح كده عشان انت بتتحاسلها رغم مهامك مجرد بصامة ما بعلنش تفضيل ما بعلنش تفضيل ولكن بزا بس انت كتب هنا يا مرد مالهاش علاقة ماشا اصلا طيب عبسطان صبري بضحك اكتر برضو مهما كان متوقع مش متوقع لو تحط اتنين جا من بعد طيب عبسطان صبري بضحك اكتر ورسمته احلى وتسكاه اصلا دي سامعلق يعني اقول لك انا مش مش ككر الكتب اللي مش كتب بقى دي سامعلق هنا السؤال في المواقف خطر يعني انت بتتهدد انت هتدخل على مهمة واحتمال تموت واحتمال تقتل فاحتمال تركز اشان لو مسكك ده هعموت ولو جتلي هعموت فاهم والقف جميل جدا والله بيدحكني جدا وعمل ستار صبري بس لو وصلت حزالقوم نهائي ده حاجة تضايقنا انا بقى شخصيا يعني لاعش علاق ولله لا ليه هتاب ايه ده ليه ايوا عشان كاركتر حزالقوم مش مش اعظم في زراكة من كل اللي احنا عمالين بس امش اعظم ولا انت ما بتحبهوش انت برضه كاركتر حزالقوم كان بيدحكني لانت راجع على السلام بس بحبوك أولا لا يعمل الناس بتقعد تقول لي لا وبيجنب بموت في الكبير عشان خطر حزا القوم كبير مستوأل لما ظهر حزا القوم بتفرجش على الكبير عشان حزا القوم أصلا لكن ده كبير مؤخرة بداية تتفرج عشان اللي حواليه تب أقول لك حاجة والله بجد بس حزا القوم ما فقد نجوني كمان خلاص بس بجد أنا والله العظيم بتفرج على الكبير عشان بحب مسلسل الكبير بس بجري مشات حزا القوم إلا بقى لو ما حاتم صلاح بس بها عشان حاتم صلاح بقى ده كان أني موسم اللي فات ولا اللي قبله لما كان لما خد لكشة حلقات اه وطلع الفضاء وراح وجيه وعمل حاجان كتير اه وطلع الفضاء دي جميلة طلع الفضاء كانت زليم بس عشان كده حلالي عشان كده هو فكرة الديزاين بتاع البدلة يهلك من تحكي الواحده بالنور اللي على وشوهم وبتاعه وبعدين كان فيه شخصيات لما كانوا بيحط في الفريم سرعة تماما شخصيات واحد بيتكلم ولا اتنين بيتكلمه كنتو بتلاقي 3-4 في البجرة وهم بعملوا حاجة غريبة إزاي ما عارش مين بيدق على ايه ما عارش مين بيرقص مع مين إيه هبل بيعص حاتم صلاح اللي هو كان شخصيه اسمها ايه نفادي نفادي اهو قاله في الكبير اهو قاله حزل جوم انا بحبك مع انك معندكش كنتنت بس تعرف تسترسي دي اوقع جملة انا دي قاله انت معندكش كنتنت بس تسترسي ساعت بحس ان هما بيقولوا اللي بينهم حقيقي في وسط المشاكل فنحصل حاجة زي اللي احنا فيها الوقت ايه الجزة عندكش كونتين عندكش كونتين اه لا احمد عيد عبدالسطر صبر الميول شخصية واهواء شخصية والضحك اكتر بالنسبة لي ده فيلم جد ده فيلم قامل تفرق حاجة تفرق طب اه لا هقولك حاجة تفرق تدي ادبانتج لعبدالسطر صبر لا بالعكس الدحك الدحك وسط الفيلم الجد سهل انا برضو شايف ان دي وجهت نظر انا بحارف الافضلية المينة ومجرد ملاحظة بالضبط انت فيلم جد فلو واحد هزر هزارة هتجيب عشان كده احمد عز الكوميديان عشان فيلمه مش بيدحك فلما بيهزر هزارتين بيجيبوا فاشخ نفس فكرة ان حمد رمضان افلامه بعيدا تماما عن الضحك بس لو هزر هتجيب لو عمل فيلم كوميدي بيقوحش زي واحد صعيدي مع ان فيه ناس تحيب واحد صعيدي بان الهزار في الفيلم الجد بيجي بمضروف اربعة بالضبط يرجح طبعا بتاع احمد ميكي ولكن بتاع ابستر صبري كافي لوحده بيدحكني اكتب انت كده رجل مش مع ان انا يعني عشان الناس بتبس فتكيش انها برجح العنصرية انا اصمر عادي شبه ابستر صبري وبع ذلك الافبادة بيدحكني موت يا لا بس ده كده ده كده بيزود عندي من حلاوة الافبادة ليكش دعو بالمعطيات اللي احنا بنقولها انت بينك وبين نفسي انا لو بيديو بين نفسي لو بيديو بين نفسي اختار ده لك انا برجعني ان احمد ان ده حل فبفكر فبحاول بقى احط كل حياتي اشوف افضلال ده ايه فانجلات لما تقولي انه ماشي الفيلم الجد لو حد دخل عمل فيه كده مع الموت الده انا عندي مشكلة شخصية مع حزن ومعين ده الفيلم الوحيد اللي قلت بيدحكني فيه انا انت كده مش اخصا بالزبط اه اه مش اخصا مليون في المي مليون في المي مليون في المي حزنقوم جوه الفيلم ده بقى بيدحك اكتر لما بقى الشبه ميكي بصوت حزنقوم مليون في المي مليون في المي ولأ وفي الاول لما كانت طالع ازاي الشكل البرتقائي ده وبتا وهو ده اللي جننك النهوط ما ساعتك كانوا مدركين لده ان دي شخصية حلوة جميلة قوي اكت واحد صح ما تقعدش معايا فيلم كله ولما طولت شوية بقى ونهين ونهون والكلام ده بدأ يترجع لغرا لما هو نهين ونمدى اففا شاية وقتها جاب ندوس انت نهوي صح لما بنعرف ان احنا لازمة وافيه هنا حلو فبنبدأ نعمل مجداد زي يا بوي بدأ نبسكه هو ويمشي بيه حياتنا كلها خلاص تحكنا مرة مش هارف الاقي اعلم اعمل مرجح انا حسبتها بالنسبة لي فكرة ان ده فيلم جد وفيلم هزاربط لصالح مين لصالح ده ما احنا قولنا هو هنا ده جاي امبليفايد يعني بالزرط هو هنا رجل ده كان شغلته ان هو يعمل كده لكن ده في وسطه بحكي كتير وفي الموقف الجد في الفيلم يعني ده حتى بتقال في الموقف الجد في الفيلم هو بيهدده بيقوله لو هرب تخلي بيهلك انت لو عزم مزكك هيموتك ولو جيت لي انا لو هربت منه و جيت لي هقتل لو هربت منه بس خد بالك مش جد ولا حاجة والفيلم كله هلس يعني بس ده في الوقت ده في الوقت ده في الوقت ده بس الوقت ده في الوقت مجد الكدواني وقتها لو مجد بيهام فيلم جد مش هامل ادار ده سعيد ده مجد الكدواني في الفيلم ده اغلب الوقت جد بس هل ده الجد بتاعت راب الماس مثلا ما هو بارد بدي جد لا 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 انا 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 شخصية جد هو محقق ولا ضابط بوليس ولا بتاع جد مصبته ان هو تحطه قصاد اغباء واحد في العالم بس احنا ازاي ما هبتلناش للمجد الكدواني بتاع مباحث احس اخوة راب ياد انا واحد عامل بتعمك ايه مساعدة يا بلدينا ما باحث خلصنا عشان انا ما عندك كارسة لينة بول انا اتغيب عن تليفورج فلا مش مش كاركتر جاد بس دي اللحظة دي اللحظة اللي هو خلاص بقى خارج اللي بلك هزلقوه لو حصل الوقت انت كان جاد بلد راح تخل فلا لو غربت مني عبتصد ترصد احسن هنة انا راح كاكار عبتصدتر صبري ليه ده ليه في الاقوى صح يعني ده محتاج محتاج يتشرح محتاج يتحط الجملة كلها على بعضها ليه عبتصدتر صبري دي لوحدها صلى الله يستغنين في عبتصدتر صبري ممكن تقولها لحد مش عارف الافي وارد يضحك عشان اللون والشكل بتاع الكوميديا دي انا كنت اشترتها انت بترجعني انا كده كده اصلا كان اي ولو يعني اي خيارات بقولوا لو هربت منك يعني لو عملت كزا او عملت كزا طب لو هربت منك اه بتجيب ده فما مفيت لا لا عبتصدتر صبري خد بالك برضو اقول لك حاجة عشان هو هو افي فكت فيه والله والله افي اصلا هو افي افي افنسف هو افي مش امن ايه هو افي يدايق ومع ذلك ما تصورش ان فيه حد وقف عنده وقال انا متدايق منه حتى عبتصدر صبري حتى عبتصدر صبري حتى كنت عبتصدر صبري حتى كنت عبتصدر صبري حرب الاتنين شبه بعض شوية الاتنين شبه بعض شوية الاتنين شبه بعض شوية بس تلوك كده الاتنين شبه بعض كتين انت عادة نبص على اللقاء مثلا بوحة بوحة الكاركتر الغبي مش قوي مش غبي قوي مش لمدة الغداية بتاع غبي منه فيه والتاني طبعا اللي هو حزن اوم لان هو قريدي بيعرف يعمل حاجات وهو عمل خطة على حسن حسن كمان هو ما يمسله هو غير هو مرضو عايز هو نصح نصح بس نصح اجابي لما ولع في الامد قلع له فحصيته قلع في عصانتك عادي فالكاركتر الليمد هيتكلم كتير 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 فورد يجيله حاجات كتيرة زيها عرفت اسمها من ايه هو الموضوع ماشي في السكة بتاعات انه بيعادي الراجل انت جايا معطني عند بيحى فلو انا عايزة بستكلاك بتعمل حاجة غلط بس اللي هقوله زي اللي قلته هناك بس ده مش معناه خالص ان كاركتر بوحة سهل بس الضحك من كاركتر شبه كاركتر بوحة اسهل بكتير من انها ضحك من كاركتر شبه انت بتفترض ان انت الكاركتر ده ويكاينده شيء سهل اتحد ضحك منه بالنسبة لحمد سعد اللي بيعمله بوحة ده سهل لانت كده كده حاسب محمد سعد موهبة اسطورية بالنسبة لصعد اللي بيعمله بوحة ده مش سهل لا بالنسبة لها دي لعبته بالنسبة لنا كلنا في الدنيا ده صعب جدا بس بعد فترة فاكست عشان كبر موهده برضو كبر وعرفت في وجه تاعب لما عمل تيك تيك بوم والحاجات دي كانت تعب لا ده موهده في ايدك يعني انا مش حاسس يعني ابروس الخار يعني لا مش حاسس ان الكوميديا الحركات دي تفضل يعني هو ف ASHLEY blanc بنسعد الامان كان بيعمل اكشن وهو 45 و51 أو 52 و52 والناس شرية لا ماشية نحمد سعد متعبة هااااهه ماشي متSaabouts عندك عندك فرصة انك تكتذ بومه وكاركرarchar post méditer دي كلها كاركر حلو انت احسarlo بس بس كنا كنا من لذلل سلم noget فاهم فاهم بتزوج اجرام كده بالزبط بالزبط بس هنا انت بتكلم أنك تعمل تنشئ الكاركر ناجح ده حاجة عادية اي حد بيعمل كاتكوت مش وحش عوكل مش وحش بس بوحة واللمبي حاجة تانية انا بوحة فيلم المفضل اي لأ كاركتر بوحة وكاركتر اللمبي ده حاجة تانية وانك تاخد الكنين دول وراء بعض بالزبط بالزبط وخال بالك انك ده وان مصر كلها مش تقول صبح صبح عمتن كمان مسلا ففكرة انك تلاقي كاركتر يبقى مظبوط وحلوة والدحك منه وده مش اي حد ده انا فاهم بس انا مقولش نوس انا قولت صعبة الدنيا كلها سهل على محمد سعد كموهبة اسطورية اي وان انا دحك من كاركتر دايما بالنسبة لي وجهة نظر انا اسهل من ان انا دحك من كاركتر عادي شخص عادي فكريم عبدالعزيز هنا فيه غير متوقع لان انا محدش عارف ان هو هنا جاي يهزر ان فيه حد بيعيط وشخصية بلا سمات او مع يعني لا هو غبي ولا هو زكي ولا هو فجات في المهي هزرها هزرها فده عادي جدا بس اهبت دحك فشخ فانا انا روح لبتاعت كريم عبدالعزيز لابس كتليه مع كامل احترامي وانحنائي لالافية بتاع بوحة لان انا بوحة بالنسبة لي بحر افات بحر افات ده ده موقفي بعد امام لأ بحب بعد امام فاش وعد امام بالنسبة لي يعني هقول لك حاجة احنا احنا لو عادين على القهوة لو جبتلي اي حد قدام بوحة انا هقول لك بوحة بس انا هنا عشان بفكر شوية فيها فلابس كتليه بالنسبة لي بس انت كنت عسرة كيف مرجحة يا عم بلا مرجحة بلا زحلية بقى انا اخترت لابس كتليه وانا كمان لابس كتليه لا استنى تم قول قبل 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 يحسن قريبت اسمان مين اصدق خليك تبقى اسم بارك يعني ليه ليه عظيمة ليه متوقع اصلا هو ده رد فعلا الطبيعي لوحد مسك ورقة وقلم وبص على حد ورد بيكتب كم بتكتب اسم عم بطل اي واحد هتختاروها انا مش هزعك يعني اللي اتنين بالنسبة لي انا عرفت اسمها مني وكمان خصوص ان هو بيكارب على البقر عم بطل اقول لك حاجة انا اللي رايح من دول نهاية هكسبوا وانتهى اللي عب سطار صبري مع انك اللي مكسب عب سطار صبري اللي فاتت عالمين مين قالك كده يا قلبان انا مليش ملكة يعني اللي هيكسب من دول هكسبوا بس هنا انا رايح للابس كت ليه لان ابن سبالي اسكى عرفت فوحة عادي ان هو يقول كده ما هو قال برضو اطلع يا ابني انا مدلد انت ببلكونة طب وده رد وده رد وسالاخت ابن المدع كل دول تقول الفيلم كده عشيكا بقول ده سهل على محمد سعر لكن للابس كت ليه لا ما جيتش من حد وما حدش هيقولها وما حدش هيقولها عمتا لو فيلنت عمل متين مرة ما حدش هيقول للابس كت ليه للابس كت ليه للابس كت ليه طبعا بما ان انا كنت عمل اقلي عكوب دي انت من لبسكوا هتختاروا دي احنا بعد الدور التمانية ما بنسألش بقى اذا كان لسه في الاختيار بتاعك لسه موجود ولا لا عشان بتبقى الاحتمالات دايعة طيب انا لابس كت ليه نفس المواطيات اللي بتاعدة لابس كت ليه في اللي قابليها هي هي اللي اقولها هنا اذا في البرهانتح لابس كت ليه تكسر انا بارد لابس كت ليه جيفن انه عبرده عمتا الساب متوقع ان انت بتحذر محيتة دي بالزبط عشان عنده معطيات يحذر عليها هنا انا بقى فيش اي حاجة انا داخل على الحدث فاننا بالسبات يعني حذر بالسبات يعني وحن اختيارنا لابس كت ليه ده اختيار وانتصار للسينما النظيفه اللي بعيد عن التنمر وعيد عن العنصرية انا مش عايز انا اقول لكم اشتبعوا عارفين. انا شارع معنا موضوع سينما النظيفة من السينما الباتانة ده بس يعني. لو عايز تعمل حلقة عن السينما اللي مش نظيفة واحنا نيجي انا جاهز. والله دايز جد. ارجوك 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 لو ما تعمل حلقة عن السينما اللي مش نظيفة اه لا انا انا لبس كتل ايه? وانا لبس كتل ايه. ماشي زي الفولك انا موافق. بس انت اختيارك سرايح ليها برضو. اه في المطشة ده? اه. اه. صح؟ نفق ما لك يا عمر لبس كتليه؟ لكريم عبد العزيز بيكساب افضل في مجلد الثاني انت كذب أنا كذب يقول الله أنا كذب لبس كتلي واو اشوفها على قفيش لمؤخز اودا افك كويس انا واو وانت كنت كتب ايه؟ لو هاتبت منك طبعا حسنا فاشتك مادلا فاشتك مادلا لا يشتك مش من عاد الامم يعني نروح من ضحيين محدش وانا هتدد هتكلمين بس لعبتها فصة تلاوي انا حاولت لعبها من تحت لسيب ناس لقدم عادل امامي يعني فقط لازم اهد كل ما قوتيت من قوة زعيم محطة مصر يا جماعة دخل معنا في المجلدين بإفهين واحد منهم كسب المجلد التاني اللي بدت مين اللي كسب عشانا ما نشوف لاش مين اللي كسب اه ما حتبقت زاعت كسب شهرة وفاة بابا يا لمبي لمبي شهرة وفاة بابا حلو كلا مقتنعين بالمهاية عارف ليه لابسكوت دي كسبت ليه؟ عشان جات بيزرو ها طيب ويتو عاملها لو كسبت بسرعة طيب نت الفيلم يا ملد يا عم عالك يا عم عالك بابا انا ولا ما يستاهل صح بس محطة مصر فيلم حلم يعني اعتقد ان تيكتين دول يبقوا ترشيح رسمي للفيلم اللي ما شافوهش لازم يتفرج عليه وعلى فكرة محطة مصر مش فيلم قصلي هو منقول من فيلم امريكاني اسمه بطولة كيانو ريفز بس اقول لك حاجة كان فيلم ظريف انا فيلمه الفيلم تعمل حلو هنا ما بيشغلنيش انا كمان بارد لو اتخل وتعمل واحش بداي دي في الحقيقة بتبقى شهادة جودة للفيلم منك لما جيت عملته هنا عملته بإفهاتنا بشخصياتنا ببلد يعني هم هناك كانت البنت من بلد اهلها مش عارف يونانيين ولا ايطاليانين ولا ايه وعندهم قواعد وعندهم اصول هنا اولا بتهيله ما كانوا ميكسيكيين اساسا هنا حاخدك البلد عند ابويا معرفش راجل عنده اطموح في السلطة وبتاعه ونلعب بقى جوه الدينامج بتاع العيلة تكون حصان وقسة لا لا ده المثال الاقتباس او النقل الموافق الصح اللي نحب نتفرج عليها طحف مستبت بالحلقة؟ 100% جده الله والله العظيم حلو سعيد الفيل اللي انا كنت حاسبها له انا مبسوط ان انت كتبته عشان انا لو كنت كتبه الواحدي الناس كنت حتقول مهدي بيتفازلك وبتاع فهايل ان في ناس على نفس الخط ممكن تلاقي حد بيقولك ما انت في ايه لا لا ده انا قد منها لكم انا مش ممكن نكون ممثلين جايدين لهذه الدرس اشت اه حابين نعرف رأيكم لو عندكم اف اخر مفضل من الاي مداية ياريت تشاركوه ياريت تقوللنا افكار لافهات تانية خلاص المجلد التالت في الاغلب ضروري هيكون المجلد الاول وتاني اتنشر فحتمقوا شايفين الحاجات اللي نزلت ادونا افهات جديدة ادونا افكار جديدة عشان نشتغل عليها في الحلقات اللي جاية طلب للمجلد الجاية قولي حط اشرف عبدالباقي رشة جديدة لازم لازم عشان ارضي حاجة جوانا بقى انا عاوز اعمل اعمل مجلد لوحده للممثلين الجد ممثلين جد افهات كوميدي الممثلين جد حمود عبدالعزيز عادل ادهم الحاجات دي طح عايز اعمل مجلد افهات الفيلند طح لا ليه مفيش عشرة تانية خلت صالح اعمل خلت صالح اعمل خلت صالح مهزرش يا عم وهزر في حرب ايطالية ما كان فيلي وهزر في فاولة ما كان فيلي صالح قبيل صالح قبيل زمان بس الحاجة القديمة بقى شوية اه صالح قبيل ده بقى كان عنده افهات فضيع كان في افه في في ليلة القبضة على فاطمة بيواجه شكري سرحان بان هو اللي حبسو زمان فجايب له الكنين اللي لفق له التهمة يقول لهم بيقول لهم قلوله مين اللي لفق له التهمة قال له احنا يا فقد دا ملوم جات كو خيبة ولا تعرفوا تعاملوا حاجة منك غير آآ 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 آ